قبل ما نروح نتكلم عن مباراة اليوم والتحليل الفني مع ضيوف الكرام لازم نحط المواضيع قدام حضراتكم فيه أزمات بتواجه الدور المصري خلونا نروح لأهم قضية كانت في الموسم السابق شفنا كلنا يوم 17 يونيو يعني من حوالي ما يقرب من أربع شهور مدرب نادي الزمالج جميز وهو بيدفع الحكم الرابع الكابتن عاطف حسين خلال مباراة الزمالج والمصري واتا كان مفروض لجنة المسابقات يكون فيه عقوبة حسب الليحة على مدرب نادي الزمالج لجنة المسابقات يعني قدت الموضوع للجنة الانضباط علشان شافت إن الموضوع يحتاج عقوبة أكبر من الليحة الموجودة لحد الوقت وإحنا بنتكلم بعد أربع شهور مدرب الزمالج ما توقفش بعد أربع شهور تم استدعاء المدير الفني ومعنا الصورة دي كانت اللقطة بين مراد الزمالج والمصري وبنشوف الدفع من قبل المدير الفني للحكم الرابع والتطول عليه ولجنة الانضباط تمت استدعاء جميز مرتين ولم يذهب إلى لجنة الانضباط فين العقوبات لحد الوقت لأنا بكلم حضراتكم وإحنا في الموسم الجديد الكلام اللي احنا بنقوله ده ده من الموسم السابق فين لجنة الانضباط وفين العقوبات اللي كانت دايماً لما النادي الأهلي وحسين الشحات أو جميلة الانضباط لها الناس كلها بتتحرك فين يا جماعة النهاردة العقوبات وإحنا بنتكلم في الموسم الجديد عشرين اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين على المدير الفني لنادي الزمالج الأمر التاني هو احنا النهاردة كمان المنافس نادي الزمالج هنقعد نطبطب وهنقعد ندلع يعني كمان برح بالتحكيم والاحتواء اللي احنا شفناه بشكل كبير والنهاردة نادي الزمالج بنتكلم بعد تلاتة وعشرين سنة ما خدش بطول الدورة أبطال أفريقيا عارفين ليه؟ علشان حضراتكم السبب حضراتكم السبب النهاردة نادي الزمالج لما بيروح بتاريخه الكبير بيروح بطول الدورة أبطال أفريقيا بيلاقي تحكيم مختلف تماماً عن اللي بيشوف الدور المصري عن محمد عدل وابراهيم نور الدين وغيره وغيره عن الطبطبة والدلع اللي بيشوفه بره بيشوف تحكيم ما بيشوفش أي نادي غير اللي بيشوف في الملعب هنا لا هنا طبطبة هنا شوية دلع هنا شوية احتواء هنا شوية مجاملات لازم نوقف قدام الكلام ده الأمر الثاني وهنا تساول لجنة الانضباط لاعب نادي بيرامدز والنادي الأهلي قدم شكوى مدعومة فيديوهات من الملعب تطاول لعب بيرامدز على جماهير النادي الأهلي وسبول يا جماهير النادي الأهلي وإحنا في المسم الجديد فين يا لجنة الانضباط الكرارات اللي حضراتكوا طلعتوا بيها وإحنا بنتكلم في المسم الجديد مش دي كلها أزمات مش دي كلها أزمات يا جماعة من المسم السابق وإحنا داخلين على مسم جديد هل النهاردة الاتحاد المصري عشان عارف إنه ممكن يمشي بعد شهر فيقول خلاص سيب الأمور زي ما هي واللجان الاتحاد كمان هتنحل بعد ممكن أسبوع لحاجة فالأمور متسابة طب إحنا فين من بدري فين الناس تتحرك فين نكون عندنا دور محترم فين نكون عندنا لوائح بتمشي على الناس كلها كابتن محمود الخطيب في اجتماع الرابطة أول كلمة قالها إيه قالك طبق اللايحة على النادي الأهلي بخصوص كاس مصر بعد اعتزار النادي الأهلي طبق اللايحة علي طب فين اللايحة واللوايح والقرارات على الناس كلها يا جماعة التحكيم مبارح كابتن محمد عادل وشفنا مبارح الأخطاء الفجة في المباراة وشفنا احتواء جديد وشفنا مجاملة جديدة ده احنا لسه بنقول يا هادي في الدوري لسه بنحط رجلنا في أول مباراة في الدوري الممتاز وشفنا الأخطاء هنا وهنا مستنيين إيه مستنيين عشان نتحرك هل النهاردة المركب اللي فيها كابتن محمد فاروق وكابتن إبراهيم نور الدين هتمشي كل واحد فيها رئيس كل واحد فيها عايز يطلع بالقرار مش كانوا قدموا استقالاتهم ورجعوا مرة تانية ما احنا قلنا الحال في خبير أجنبي علشان يطور التحكيم المصري مش شفنا السنتين الفاتو خبير أجنبي الحكام بدأت تشتغل بشكل أفضل النهاردة شفنا عدالة إلى حد ما أفضل هل الكرة زي دين بارح بالأمس دي ركل الجزاء شف الرجل ده بلعب إيه ده تايكوندو ولا بيلعب إيه أنا مش عارف دي لعبة تانية غير كرة القدم الحركة دي بالشكل ده لا دي ما تنحطش في مباراة كرة قدم رجل طير في الهوى وينزل طب هلعب البنك الأهل هيعمل إيه الرجل خاف على نفسه فأيده بتتحرك ورجله بتحرك لا وينزل عليه عارفين لقطات المصارعة عارفين لقطات المصارعة لا وينروح الفار المصرحية بتكمل بنروح الفار ونقف ونبص ونتفرج وبعد كده بنحسن احتواء جديد بس خلي بالكوا لا احنا مركزين من أول جولة مع حضراتكم مركزين مع التحكيم من أول جولة أي أخطاء تحكمية هنرصد وهنكتب وهنتكلم علشان احنا بالنادي ان احنا عايزين منظومة التحكيم تكون أفضل والنادي الأهل بيقف جنب التحكيم المصري ودائما بينادي ان الحكم المصري ياخد فرصته لكن لكن الحكم المصري لازم يحب نفسه الحكم المصري لازم يحب نفسه أكتر من الانديها التانية والله عشان نشوف تحكيم يعني أفضل بالسنين اللي فات